موسيقى العوامات دي حاجة أثرية قديمة من أيام الملك فؤاد والملكة ناظلي كانت عايزة تشتري عوامة الفنانة مونيرا المادية بس هي مرضيش بحالها حاجة قديمة دي تعتبر من القثار يعني ما ينفعش إنها تتدمر أنا مولودة أصلاً في عوامة أنا وأخواتي تولدنا في العوامة وعيشنا طول عمرنا فيها وكنا يعني عايشين مبسوطين كنا بنركب مراكب مثلاً نتفسح في المركب نقض في البالكون كده ونفتر كنا نفتر السمك يمكن عشان كده ربنا نباركلي في صحتي إن أنا عشت على السمك فترة طويلة ما سكنتش في شقة لما جوزت سكنت في شقة في الزمال بس أنا ما كنتش قادرة أطيق الشقة مع إن الشقة كانت كبيرة وحلوة الشقة كأن في سجن غير العوامة العوامة حياة حلوة حرية جنينة حواليك يكله فادي حياة تانية خالص مفيش وجه للمقارنة بين الاثنين بس جوزي كان بيحب العوامات برد وبعدين قررنا إن إحنا نعمل عوامة بس هو العمر جاء وطير أنا اللي عملتها الوحدي شفت واحد مهندس معرفة عملي الفناطيس الحديد وعملي القاعدة بتحت العوامة اللي هو البرطوم أنا ديت له الرسم اللي أنا عايزاه رسمته له كده على ورقة نتيجة رسمة الصور بتاع البلكونة أخدته من فيلم أجنبي في أمريكا ونفسته أنا بحب الحيوانات وبعدين ربيت وزي أنا مبتبحش منه حادي مايهونش علي بس الناس بتتبسط لما بتشوف الوزي بيقفوا عالكبر يتفرجوا عليه وبيتصوروه يعني بيدخل البهجة في قلوب الناس عشان كده أنا بحبه ولما يشوفني ويكون بعيد تحت الكبرى بيفرد جناحته ويطير ذا الأمام يجي يجري علي قاما ده بالنسبالي متعة غير ما تقفليني بقى في شقة أربح حيطان تفرق كتير أنا زرعة جهور وزرعة حاجات خضرة وزرعة جوافة وزرعة لامون وزرعة لرنج وبطلح في الجنينة بوضع فيها بنفس بقعد أغنلهم بقعد أدلحهم هيا الناس ما بتفهمش كده بيفهموا إن الزرع ده والحيوانات دي ما بيحسوه عشان إن هما ما بيتكلموش فاكرين إن هما مش بيحسوا ما إن هما بيحسوا زينا بالظبط هي عيشة العوامات ما فيش أحلى منها وعايدين ينقلوها ينقلونا هما نقلونا قبل كده نقلوا من العجوزة ومن الجبلاية حطوا كل العوامات هنا في البابة دمروهم إحنا عملنا رطة للعوامات عشان المشاكل اللي إحنا فيها والله إحنا بنطالب بحقنا وربنا ينصرنا إحنا مش حاسين بالطمأنينة مش حاسين بالراحة النفسية عايشين على كف عفريت قاعدين ماشين قاعدين ماشين دي مش حياة دي يعني أما تحس إن انت قال أنا في بيتك ومال ترتاحي فين واحد مش عايز يتبهدل على آخر أيامه يعني ربنا يشترها معانا بس ونعيش اللي بقلنا من العمر وإحنا زي ما إحنا يعني إحنا راضين باللي أسمهولنا ربنا مش بنطلب أكتر من كده بس إحنا يسيبونا في حالنا وإحنا مدينة معانا بأكتر من قبل الكثير من الوحن كيف تقريبا على الطمأن ثقائنا huyاء من الوحن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة